طيب عايزة أبدأ معاك باللي كنت بقوله النهاردة في المقدمة عشان الناس دايماً لو بتتكلم على حالة التحكيم المصري وفكرة التطوير في التحكيم المصري تتناسى عن عمد أو دون عمد أنه التحكيم في مصر يعاني لأسباب إدارية لأسباب لا علاقة من الحكام نفسهم ما بياخدوش كامل حقوقهم من الحكام نفسهم بيعانوا قبل ما حاسبهم أو قبل ما أقول تطويرهم عايزة أتكلم الأول على مشاكل الحكام وبقى كده أكلمك أنا عن مشاكل اللي بتعملها لنا الحكام بسم الله الرحمن الرحيم طبعاً عايزة أقول حاجة كمتن كريم بالنسبة للحكام الوضع المالي بالنسبة للحكام دلوقتي وضع كويس إلى حد ما لغاية الموانسة أحمد مجاهد قبل ما يمشي كان الحكام بتقبض كل شهر كل مستحقتهم المالية في كل المسابقات القسم الأول وقسم الثاني وقسم الثالث وكرة النسائية والمرأبيين كل دول كان أيام وانس أحمد مجاهد الحقيقة كانوا بيصرفوا شهر بشهر ممتاز يمكن الفترة الأخيرة ابتدأت تحدي الكورة فلوس اتأجلت وبعدين ابتدأت تحدي الكورة يصل في شهرين في شهرين فالأمور ابتدت تمشي دي بالنسبة للمستحقات الخاصة بالحكام نتكلم على التطوير أعتقد التطوير قبل ما نروح للتطوير فضلا أنت بتقولي أن الحكام بياخدوا مستحقاتهم هل هي مستحقات مرضية؟ يعني لو بنتكلم على حكم بروفيشنال بيحكم في الدورة الكبيرة زي الدورة المصر هل الأرقام اللي بياخدوها أنت شايفها أرقام جيدة؟ بغض النصر بياخدوها أو لا؟ كابتن يعني أنا عايز أقول إيه؟ من سنتين أو من ثلاث سنين كان ثلاث تلاف جنيه المطش المطش للحكام دلوقتي سبع تلاف جنيه يعني في خلال ثلاث سنين زاد أكتر من مية في مية متوسط الحكم في الشهر بيلعب كم مباركة؟ الحكم اللي بتلعب إحنا بنلعب كل ثلاث تيام مطشات أعتقد أن الحكم متوسطه بياخد من خمسة وتلاتين ألف في منهم اللي بيلعب مستمر أو لو بيلعب حكم سفارة واللي بيلعب فار أعتقد ممكن خمسة وتلاتين أربعين ألف طب ده رقم معقول بصلاح أنا معلومة دي بالنسبة للجيدة بس ده رقم معقول ده الناس اللي بتلعب طيب هل الحكم دول بقى بيوموا تفرغين للتحكيم ولا بيشتغلوا شغل تلك؟ لا اليوم وظيفهم طبعا اليوم وظيفهم بالإضافة لشغل التحكيم طب أنا لو بأخذ الرقم ده في الشهر ممكن بيبقى شفري معي قوي يبقى عندي وظيفة تانية وتفرغ للتحكيم مش ده مظبوط؟ ماينفعش أنت تشترط عليهم بتقول لهم بما أنك بتاخد مقابل كبير ماينفعش يبقى عندك شغل تاني؟ لا هو ينفع لو أنت كاتحاد كورة ولجنة حكام أنت اكترحت كلجنة حكام اكترحت على اتحاد الكورة أن أنا ممكن أعمل حكام محترفة أيوة يعني ممكن أعمل أخطار أفضل عشرين حكام حلوة وأعمل لهم مرتب احترافي صحيح وأقول لهم اتصرفوا مع أشغالكم بحيث أن أنتم كل وقتكم متفرد تبقى عندي في الاتحاد مثلا من 11 هاي أو قابلوني مثلا في مشروع الهدف عندنا تمرين مثلا ساعة 12 الدهر ومعنا على طول وبعدين نقعد بعد كده نشتغل في عربيات الفيديو ونشتغل على الحالات التحكمية ونشتغل ونراجع للحالات التحكمية ونشتغل طول اليوم شغل احتراف طيب ليه الخطوة دي ما خدناش إيه اللي عواقق اللي ممكن تخليناها ما ناخدش خطوة زي عندنا عندنا عواققين أولا التكلفة المالية بالنسبة للحاكم المحترف الحاجة التانية أن ممكن في حاكم يقولك أن أنا حبطل وأنا عندي 45 سنة لو سيبت وظيفت في البنك أو ظابط جيش أو ظابط شرطة أو أبطل أو هسيب الوظيفة وأنا عندي 60 سنة فمش معقولة يعني المكان بتاعي هيفضل أخذ فيه مثلا خمس ست سنين مثلا أجازات مش هينفع عشان أنت لو ظابط جيش يستعيل ضرطك وات مسلحة تدرك وبالتالي أنت كحاكم لازم يكون مثلا الراتب بتاعك في الشهر أو في السنة زيك زي اللاعبين ما هو اللاعبين برضو بيبطلهم مش عارفين مستمر ما فيه بس لما بيأخذ رقم كبير على مشواره اللاعب بيأخذ حكام تنجير عشان كده اللاعب ما بيفكرش فيما هو ما بعد الاعتزال عشان هو عنده ممكن اللي يكفيها ويأمنه لكن الحاكم حتى لو ديته راتب كبير في الشهر هو هيفكر في الفترة معينة وهيجي يبطل تحكيم فبالتالي مش قادر أنه هو يحترف أو اتحاد الكورة يديله الوسيلة الاحترافية على اساس أنه هيبطل عنده 45 سنة بقية الـ 15 سنة هيعمل فيهم